خيم الحزن على دولة الكويت بعدما خطف الموت الفنان مشاري البلام متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا البلام لم يتحمل مضاعفات الإصابة فتدهرت حالته الصحية بعد انخفاض نسبة الأوكسجين الراحل قدم عددا من الأدوار خلال مسيرته الفنية من أشهرها مسلسل دروب الشك وجرح الزمان وكذلك درب الهوى والوصية الغائبة لكن مسيرته الفنية بدأت في عام 1991 بمشاركته في مسرحية فري كويت خبر وفاة مشاري البلام فجعل وسط الفني والإعلامي في الكويت رصدنا جزءا بسيطا من تلك المشاعر على مواقع تواصل الاجتماعي نبدأ مع تغريدة الفنانة الكويت طارق العلي الذي كان من بين المغردين الذين تأثروا بشدة لرحيل البلام فقال انتقل إلى رحمة الله تعالى الأخ العزيز الخلوق مشاري البلام سائل المولى عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته إن لله وإن إليه راجعون أما الفنانة الكويتية نوال غردت بحزن فقالت لا حول ولا قوة إلا بالله فجعل خبر وفاته عسى الله يرحمه ويغفر له حبيبي مع خالص العزاء لأسرته إن لله وإن إليه راجعون أما الكاتبة الكويتية فجر السعيد فكتبت كلمات رثاء وقالت خبر أفجعني مقدرة أستوعبه لين حين الله يرحمك يا بو صالح ويغمد روحك الجنة والله يصبر قلوب أهله يا رب في ذمة الله يا مشاري البلام ويا رب إنك تغفر له وترحمه الفنان كذلك خالد البريكي عز البلام بكلمات مؤثرة فقال رحمك الله يا بو صالح ستبقى ذكرى جميلة لن أنساك وما يحزنني هو الفراق أما الموت فهو حق ورحمه من الله على الخلق أجمع إن لله وإن إليه راجعون نم قرير العين يا رفيق الدرب نم الإعلامي علي نجم غرد فرحتنا اليوم ناقصة بهالخبر عسى ربي يرحمك ويغفر لك يا صاحب القلب الطيب الله يرحمك يا بو صالح دكتور علي غرد كلنا فجعنا في وفاة ابن الكويت مشاري البلام لقد عاشت الكويت كلها حزنا وألما بوفاته حتى شعرنا أن المغفور له ليس فقط ابن لعائلة البلام الكريمة بل كان ابنا لكل بيت كويتي وفاة مشاري جمعتنا في وحدة وطنية رائعة ولا يريد منكم مشاري الآن إلا أن تتمسكوا بها ما الذي سيفعله فيروس كورونا أكثر من ذلك؟ سؤال ردده رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما فجعهم موت مشاري البلام يبقى الحرص الدائم على الحفاظ على سلامتك وسلامة من حولك هو السبيل الوحيد للوصول إلى بر الأمان وانتهاء وباء كورونا فابقوا آمنين